نخرج شوية من ملاف التحكيم واللي عايز تكمل؟ لا عايز اقول حاجة اولا طبعا في اقاف القيد حضرتك عرفت وقلت الخبر ليه شاشا زي مالك اعلم نعم عشان فيه سيستم بقى موجود بيقول ان الاندية الموقوفة هتبقى معروف مين الاندية الموقوفة حفاظا على الشفافات الجمهور لو ما كانش السيستم موجود وكان كابتن احمد مجاد موجود هراك ما كنتش قلت الخبر ده دلوقتي ودي رسالة ازاي الناس بتدير وازاي الاتحاد الدولي بيدير ونربط ده بالمنظومة اللي عندها تحكمان واللي بنتكلم فيها عشان النادي الاهلي بياخد خطوات استباقية عشان لما كابتن عصامة عبدالفتاح يطلع يقول الاهلي بيفوس بكل البطولات هو بيشتكي ليه انا اول مرة شوف نادي بيفوس بكل البطولات ويقول ان انا مظلوم لا كابتن عصامة عبدالفتاح ما هو ده كابتن شو بير رد على كلام حضرتك النادي الاهلي بيعمل خطوة استباقية عشان ما يتكررش معاه اللي حصل في الدوريين في وجود كابتن عسانة عبد الفتاح ما احنا خلاص الثلاثة عم الشربة يوفق في الزبادي ما احنا خلاص اتعلمنا الكصة حصلت ازاي فالنادي الاهلي يحسب لإدارته وجمهور الاهلي بيوسني على إدارة النادي الاهلي وإعلام النادي الاهلي وكل المنتمين للنادي الاهلي بيقول للإدارة احنا في ظهركوا ليه لان انت المرة دي يا كابتن شوبر بتلعب الجيم بدري بتلعب الجيم بدري ومش واقف تتفرج اه طبعا ما انا لو استنيت ابقى انا مش شاطر ابقى انا التلميذ الخيبان اللي القصة بتتكرر فيا والله العظيم كمان لازم الإدارات الاندية الأخرى انها تصني على النادي الاهلي لان النادي الاهلي لا لا مش بتكلم على مصلحتها العدالة يا جميع انتوا بتهزروا ازاي مش من مصلحتها مش من مصلحتها العدالة حضرتك التسريب الصوتي يا دول انه مش في مصلحته ما هو كابتن التسريب الصوتي ده ايه قيمته انه هو كاشف كاشف ايه ان بعض الاندية مش من مصلحتها الشفافية مش من مصلحتها كلاتنبرج اللي كان بيعرض المحادسات بعض الاندية من مصلحتها ان احنا نفهم ازاي دوريين تم توجههم لان المشهد اللي احنا شفناه كاستثناء دلوقتي كان هو القعدة في دوري 2021 كان هو القعدة في دوري 2022 وهو اللي النادي الاهلي اللي البعض بيقول ليه طلع يتكلم لانه استاشعر ان اللي كان بيحصل قبل كده لجنة تحكيم مصرية ما فيهاش كلاتنبرج وما فيهاش بريرة وما فيهاش رئيس لجنة تحكيم اجنبي خايف على سمعته هيروح يشتغل في دوريات تانية فمش عايز يتحرق هو اللي بيحصل المراضي ما يدار داخل الغرف المغلقة وما يدار في الفار فحاول النادي الاهلي قطع الطريق على النظرية دي والبعض طلع يقول ان لا فيه ظلم تحكيمي وهو اللي اثباتت التسريبات ان هو مستفيد فقدارت النادي الاهلي اتعلمت من درس دوريين عصامة عبدالفتاح ولكن عصامة عبدالفتاح عايزك تكرر اللي حصل فيك الدوريين وتقف تستنى لحد ما تخسر الدوري فتطلع تقول انا مقطع المسابقات لا قدرت النادي الاهلي هتقف الفق تاني ولا جمهور النادي الاهلي المستعد ان هو يتفرج عليك وانت بيحصل معاجدتين